مملكة البحرين بمناسبة الاجتماع الذي عقده المجلس عبر الاتصال المرئي الالكتروني حول المرأة والسلام والأمن وقال المندوب الدائم أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة تضع في مقدمة أولوياتها الوطنية المحافظة على أقصى مستويات الأمن الاجتماعي بما يدعم مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والشأن العام وأشار إلى أن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدة أطلق مبادرة نوعية من أجل تقديم كل ما يلزم لدعم احتياجات المرأة والمحافظة على مكتسباتها وتعزيز مساعي المملكة في مجال تقدم المرأة انسجاما مع خطة التنمية المستدامة 2030 مع مواصلة احترام التزاماتها الدولية الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن 1325